السلام عليكم ورحمة الله أنا حسنا ربا يحييكم فهذا درس سوف أشرح عن الانترفيس الانترفيس الفكرة منه انه هو عبارة عن كلاس يحتوي على مجموعة من الميثود لا يوجد فيها أمبليمنت للكول مجرد اسماء ميثود هذي لتسهيل عملك في كلاسات أخرى أنت تحتاج هذه الميثود مجرد تردها على سبيل المثال أنا لديه كلاس اسمه Student يحتوي على النام وكلاس اسمه Teacher يحتوي على النام كل كلاسة ديه ميثود اسمها GetInfo هذه تعيد لي اسم Student وهذه تعيد لي اسم Teacher إذا كيس من الصحيح أن أضع Info هنا وGetInfo هنا يعني إصراف في العمل فلو جيت عملت انترفيس وسميت هذا انترفيس اسميه ماسمي اسميه MyInfo على سبيل المثال Structure هذا Structure أو الانترفيس في داخله ميثود اسمه GetInfo هذه الميثود تعيد لي الـ Info الخاصة بالمعلومات طبعا لو جيت على هذه الميثود الـ GetInfo ذهبت للانترفيس هي هذه الميثود تعيد لي Void بمأنه إذا تعيد لي String فأعملها String لما تستطيع أن تضع Methods أخرى دعا دعنا نعمل بالميثود الأولى فقط الآن هذه تعيد لي String الآن هذا الـ Teacher يريد أن يرذها إذن يستخدم هذه الميثود انظر أصبحت الميثود هنا GetInfo أصبحت يجب أن يستطيع أن يستخدمها والـ Student يريد أن يرذها أصبحت Student أدائكت وإذاً هذا ده GetInfo وهذا GetInfo لو ذهبت إنه بالـ MyStracture مجرد اسم الميثود فقط لا أجد أي كود لكن في لو ذهبت إلى Student توجد ميثود اعتيادية هذه الميثود String تعيد لي String فالمفروض أقلها لـ Therething مفروض تعيد لي الـ Name مصعي؟ تعيد لي الـ Name ونفس الحالة يعمل نفس الكود بالنسبة للتيجار تعيل لي نا الان لو ذهبت برنامج الرئيسي وجيت عملت instance من كلاس الستيودنت وقيد اطبع اسم الستيودنت فاقل لي ايش اقل له وقل له my اسم الكونسول .write line ايش اسمي my student اللي هي هاذي . get info نفس الكود بنكرر انا بالنسبة للتيجار اللي هو راح يصير teacher لو نفذت الاولى سوف تعيد لي student name والثانى سوف تعيد لي teacher name اذا انظر كيف اصبحت مركزية في العمل انو الاثنان يستخدمون نفس الانترفيس وعملوه نفس الانترفيس انظر هذا حسين وهذا professor teacher score هي هذه الفكرة من الانترفيس انو يكون لك مركزية في العمل هنا الميثوتس وهنا الامبيلمات الخاص بها اذا هذه الفكرة بالانترفيس نلتقى في دول السخرة بتفاصيل اكثر ان شاء الله انظروا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة